أهلت فتيات ميلا إلى الدور الثمن النهائي من السيدة الكأس الجمهورية لكرة اليد كبريات بعد فوزهن على حساب أولمبيك قسنطينة بنتيجة 26 إصابة مقابل 19 في لقاء تألقت فيه حارسة فتيات ميلا المباراة كنا على بنا بها بلي ماشي سهلا والحمد لله دنا سمالي كم نحن تعبنا وجدناها في دورف أحسن والحمد لله يارب في دخلنا قروب سودي وجدناها فيكتوار وإن شاء الله هذي بيجينا تحفيز المباراة الجيئيس وخطف الشامبيونة باش نكملوا على طروازين بلاستانة مع بخم يام يطول البنات ما زال ما دخلوش وزيد صلاة هذي باردة باش شوفي ودخلي فيها شوية صعبة بصح دوزيام يطول جاتنا سهلة ليكيب كامل لعبت وليكيب كامل رتحوا واحدة بوحدة والحمد لله على فيكتوار وإن شاء الله نوصلوا على هذا الطريق ما يخص المقابلة المقابلة غرفنا تصرفنا فيها المنافس ما كانش يعني خصمي قوي كان في الشوطة الأول كان مليح وبدنيا ما ماقدرش يكمل المقابلة بين قوصين بارك وشيد بالحكمين الذين أدوا مقابلة في المستوى وحسب الطقم الفني للقسنطينيات فإن فترة الرحى أثرت على مردود اللاعبات فريق فتيات ميلا يبحث عن الدهاب بعيدا في منافسة الكأس مع التركيز أيضا على مواصلة التألق في البطولة بالحفاظ على المرتبة الثالثة